هل العولمة عموماً بشكلها المتجدد وأن يجعل الناس اليوم كأنهم في قرية صغيرة كما ذكرت في بداية حديثكم دكتور هل قد يكون خطر على البشرية أكثر من أن يكون منفعة؟ هو العولمة فيها خير وشر الخير طبعاً يشكل نعمة والشر يشكل نقمة لكن كيف تحصل على الخير وتتلافى وتدفع الشر هذا طبعاً يعود للوعي وحسن التدابير ليس هناك شر محظ ولا خير محظ في أي أمر إلا ما شاء الله هكذا الحياة ولذلك لا ينجح في هذه الحياة إلا من فهم سنة الله جل وعلا فيها وأحسن التعامل معها على ضوء فهمه ووعيه لهذه السنة الإلهية